السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء سنة خمسة بصدائي اهلا ومرحبا بكم يا رب تكونوا بخير في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اعراب المفعول به وعرفنا ان المفعول به دايما منصوب المفعيل كلها منصوبة المفعول به والمفعول لاجلي والمفعول المطلق كل المفعيل منصوبة بس المفعول به ممكن يكون منصوب بالفتحة او منصوب بالكسرة او يكون منصوب وعلامة نصب الياه. في حلقة النهاردة بنتكلم عن المفعول لاجلي اجابة سؤال لماذا? تعالوا مع بعض نبدأ الحلقة. بعد ما تعرفنا على المفعول به في حلقة النهاردة بنتكلم عن المفعول لاجله بالتفصيل. المفعول لاجلي اسم. المفعيل كلها اسماء. المفعول لاجلي اسم بيبين سبب وقوع الفعل بسأل عنه بلماذا? بيبين السبب ودايما بيكون منصوب. وكمان بيسهل علينا دايما بيكون منصوب وعلامة نصب الفتحة. بس غير المفعول به اللي بيكون منصوب بالفتحة او بالكسرة او بالياه. لا هنا المفعول لاجلي دايما منصوب وعلامة نصب الفتحة. ناخد مثال لما نجي نقول يكتب الطالب الدرس. المثال اللي احنا خدناه في المفعول به. قلنا الجملة دي جملة فعلية لانها بدأت بفعل. وبعرب يكتب فعل مضارع مرفع وعلامة رفع الضم. وبسأل عن الفاعل بمن? مين اللي بيكتب? الطالب. يبقى الطالب دي فاعل مرفع وعلامة رفع الضم. وماذا يكتب? الدرس. يبقى بسأل عن المفعول به. بماذا? يبقى الدرس دي مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. طيب لما اجي اكمل واقول لك يكتب الطالب الدرس رغبة في النجاح. يلا نسأل عن المفعول لاجل بايه? بلماذا? اقول لماذا يكتب الطالب الدرس? هتقول لي رغبة. يبقى رغبة دي اللي بينت سبب وقوع الفعل. رغبة دي الاسم اللي بين سبب الكتابة. بيكتب ليه? رغبة. يبقى رغبة دي المفعول لاجل. واجابة سؤال لماذا? لماذا يكتب? رغبة. يبقى مفعول لاجل. وزي ما اتفقنا اعرابه ثابت. مفعول لاجل منصوب وعلامة نصب الفتحة. مثال تاني واستخرج انت يلا المفعول لاجل. لما نيجي نقول تكرم المدرسة المتفوق تقديرا له. فين المفعول لاجل? على طول اجيب الفعل واسأل بلماذا? اذا الفعل تكرم. لماذا تكرم المدرسة? بتكرم المتفوق. برضو ليه? لماذا? اجابة سؤال ليه? او لماذا? بتكرموا ليه? تقديرا له. يبقى تقديرا دي مفعول لاجله منصوب وعلامة نصب الفتحة. يبقى في اي جملة فعلية? اجيب الفعل. اسأل بمن? هيوديني للفاعل. من اللي بتكرم? المدرسة هيبقى فاعل. اسأل بماذا? هروح للمفعول به. ماذا تكرم المدرسة? المتفوق. تبقى مفعول به. اسأل بلماذا? لماذا تكرم? تقديرا. يبقى هروح للمفعول لاجله. وخلي بالك المفعول لاجله. الاسم اللي بيبين السبب بشرط ان ما يكونش شبه الفعل. لما جا اقول ناقف للمعلم. لماذا? احتراما له. يبقى احتراما دي مفعول لاجله منصوب وعلامة نصب الفتحة. انما لو قلت نحترم المعلم احتراما لو بقى شبه الفعل. لا دي مش مفعول لاجله. دي مفعول مطلق اللي هناخده في الحلقة اللي جاية ان شاء الله. يبقى نخلي بالنا ان الاسم المنصوب اللي بيبين سبب حدوث الفعل. بكتب الدارس ليه? رغبة املا حبا حرصا. الكلمات دي كلها اللي بيتبين السبب بشرط انها متكونش شبه الفعل. نعريبها مفعول لاجلي منصوب وعلامة نصب الفتحة. ناخد التدريب على الدرس علشان نفهم الدرس اكتر. لما يجي سؤال ويقول استخرج مفعول لاجلي. واعربه. لما يجي لك في القطعة ويقول اذهب الى المدرسة طلبا للعلم. وانصت للمعلم احتراما له. واصلي طاعة لله. يلا استخرج مفعول لاجلي. على طول هتفعل واسأل بليه. لماذا? اهو فعله اذهب. يلا اسأل. لماذا اذهب? اذهب ليه? اذهب للمدرسة. ليه? طالبا للعلم. اهو طالبة. مفعول لاجلي. اعربه. مفعول لاجلي منصوب وعلامة نصب الفتحة. طيب نكمل. وانصت. اهي. انصت فعل. ليه? بانصت ليه? لماذا? انصت للمعلم. ليه? احتراما. يبقى مفعول لاجلي منصوب وعلامة نصب الفتحة. واصلي. بتصلي ليه? لماذا تصلي? طاعةا لله. يبقى برضو طاعةا مفعول لاجليه منصوب وعلامة نصب الفتحة. سؤال تاني لما يجي يقول اكمل بمفعول لاجليه واضبطه. يعني اضبطه يعني شكل اخر حرف. لما نيجي نقول مثال نقدر المرأة نقط بدورها. عايزين نكمل بمفعول لاجليه. لماذا نقدر المرأة? بنقدر المرأة ليه? نقول مثلا اعترافا اعترافا بدورها. وما تنساش الضبط. يعني تشكيل الحرف الاخير اللي هو الفا. اعتراف. الالف دي لا دي بتاعة التنوين. ما بنشكلش عليها. التشكيل بيكون على الفا. نقول اعترافا نخط الفتحة وتكون منصوبة لانها مفعول لاجليه منصوب وعلامة نصب الفتحة. مثال تاني لما نيجي نقول نزرع الصحراء نقط في تعميرها. بنزرعها ليه? نقول مثلا يلا اقول جاوب بسرعة. حبا في تعميرها? رغبة في تعميرها? رغبة في تعميرها. في تعمير الصحراء. وما ننساش الضبط نحط فتحتين على التاء المربوطة. رغبة واحنا فاكرين طبعا من قول ابتدائي التنوين. التنوين بالفتح بنزود الف في التنوين بالفتح مع عادة الكلمات اللي اخيرها تاء مربوطة او همزة. زي سماء نحط التنوين على الهمزة وما نزودش الف. رغبة نحط التنوين على التاء المربوطة وما نزودشالف. يبقى نقول نزرع السحراء رغبة في تعميرها ورغبة بتعرب مفعول لاجله منصوب وعلامة نصب الفتحة. سؤال تاني لما يجي يقول بين سبب نصب الكلمات الملونة. زي ما عملنا في الحلقة اللي فاتت. واحد اذهب الى المدرسة صباحا. فين الكلمة الملونة? صباحا. بين سبب النصب. يعني تعريبها. يعني هو بيساعدك ويقول لك انها منصوبة. انت تقول منصوبة ليه? احنا عارفين صباحا دي دلت على زمن. يبقى ظرف زمان. يبقى اعريبها ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة. يبقى سبب النصب لانها ظرف زمان. المثال التاني. اذهب الى المدرسة حبا في العلم. حبا دي بيينة السبب. لماذا اذهب? اذهب حبا. يبقى منصوبة لانها مفعول لاجله. يبقى اقول له حبا مفعول لاجله منصوب وعلامة نصب الفتحة. مثال تاني. يزرع الفلاح القمح. القمح. ايه سبب النصب? يزرع دي الفاعل. من اللي بيزرع الفلاح? ماذا يزرع? يزرع القمح. يبقى دي مفعول به. يبقى اقول له سبب النصب هنا? لانها مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. سؤال تاني. لما اجا اقول يقف الفلاح بين الحقول. بين. ليه منصوبة? لانها دلت على مكان. تبقى زرف مكان. يبقى اقول له بين دي منصوبة لانها زرف مكان منصوب وعلامة نصب الفتح. وبكده يبقى احنا برضو عارفنا المفعول لاجلي. اجابة سؤال لماذا? وعملنا تدريب على المفعول لاجلي. بتمنى كون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة. في الحلقة اللي جاية. هنتكلم عن المفعول المطلق بالتفصيل. لكم مني كل الحب والاحترام والتقدير. شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.